صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر ونهاردة معنا سؤال لحلقة صباح الخير يا مصر العالم تعداد سكاني فيه كله حوالي 8 مليار تحديداً يعني 7.9 مليار في منهم 2 مليار شخص بيلعبوا جيمز السؤال بقى هو هل انتوا بتلعبوا جيمز وبتسمحوا لولادكوا يلعبوا جيمز ولا يعني بيلعبوا كده من وراكوا وانتوا تعرفين هما بيلعبوا ولا منعينهم بتمامل قولنا كده ايه رأيكو في موضوع الجيمز يعني حتى بفكرة مش الاطفال الصغيرين بس اللي بيلعبوا العاب ان كان على الموبايل او بلاي ستيشن لا احنا كمان الكبار بنلعب يا حسين خيئة صعب طبع طبع انت يخبرك مع الجيمز انا يعني بصي انا بلعب جيمز من وانا صغير الالكتراني الجيمز اللي هي الالعاب الالكترونية من وانا صغير جدا بعمل ده على الكمبيوتر بس طول الوقت كنت اكتر الالعاب اللي بيلعبها الالعاب الكورة فيفا بقى وكان فيه اليابانية على البلاي ستيشن ووينينج 11 وبعد كده فيه الي بيتال عليها البيس دلوقتي او البيس برو افولوشن ساكر كنت بلعب كل حاجات دي الى جانب ده كنت بلعب الالعاب تانية فيها حاجات برضو اللي لما الواحد كبر شوية عارف انها كانت خطر شوية على الطفولة بس انا كانت مش بتستهويني قوي زي الالعاب اللي بيبقى فيها ناس معها اسلحة مثلا كانت ايامي مثلا فيه لعبة اسمها دوم بس كان الشخصية اللي بتلعب بيها بيقتل الوحوش بعدين بعد شوية بقى فيه لعبة اسمها جي تي ايه اللي بيتقال عليها دلوقتي في الشارع جتا اللي هي جران ثابت اوتو بقى ده انت بتلعب بواحد خارج عن القانون وبيضرب نار على الناس في الشارع وبيسرق عربيات وبيجري من البوليس وحاجات شبه كده الحاجات دي كانت على استحياء والجرافيكس بتاعتها صغيرة والواحد عارف انه في جيمز دلوقتي التطور بقى فضيع جدا ان درجة ان الموضوع بقى بشوف ان اطفال بيلعبوا بقى شكلهم بيلعبوا حقيقي يعني هو جزء من اللعبة وشايف حاجات حقيقية جرافيكس حقيقية كأنه بيتفرج على فيلم وهو جزء من الفيلم الحاجة اللي انا لسه بلعبها لغاية دلوقتي لما يكون الواحد فاضي ننزل انا وصحابي نروح بلاي ستيشن كده ونلعب كورة ونقوم بقى بلاي ستيشن ديمت هالي الرجالة بيلعبها اكتر من اطفال اه طبعا متهيقلي حتى لما تخش على الواب صعبز كده تلاقيه في القسم علعاب الكبار صح البلياردو والبينجو ترميزات بلياردو ترميزات بنجو وبلاي ستيشن واجبات من الكنتين واجبات من الكنتين الوليش عايزين تتغربوه بلاي ستيشن من الكنتين الوليش عايزين تتلعبوه معايه وهو دي يعني انا بالنسبالي لا مكنتش بلعب العب اللي انت فدو عليها دي انا كتائيام بقى مكنتش بلعب مثلا نيد فور سبيد سفر ماريو الحاجات اللي عارف الخفيفة دي مونام نمت اه برضو مونام نمت الجيل القديم ايه بصخرة كنت لسي حقول الكمبيوتر صخرة ايوة مكنت لسي بتكلم انا وانت في موضوع ده متجمع موضوع الكمبيوتر صخرة فزمان فعلا على ايامنا كانت الجيمز حتى لو فيها شوية عنف برضو كانت يعني نقدر نحتويها يعني ما كانش فيه يعني ما كانش فيه الالعاب دلوقتي عندما ترى الالعاب ببجي مثلا انا اكتشفتها انا حاولت العب ببجي بايد ويا اعرف الناس بتعمل ايه بس لقيت انه ما معرفتش خالص و بعدين اكتشفت انه فيه عالم داخل داخل اللعبة كمان مثل محل مثلا محل اختراضي او الكتروني تدخل تختار اللبس وتختار الاسلحة وتختار كل شيء برقم يعني برقم كبير ليس برقم بسيط بفلوس لا بفلوس وفيه جيمز تانية فيها شخصيات يعني محمد رمضان مثلا في لعبة نزل وعمل شخصية وبتشتري شخصية محمد رمضان وبتدفع فلوس للعبة عشان تلعب بمحمد رمضان وتجيب اللبس بتاع محمد رمضان أنا حاولت ألعب بوبشي حاولت ألعب بوبشي بصراحة ما استهوتنيش خرص يعني مش عشان هي لعبة حلوة وحشة يعني انا مش بحكم على حد يعني انا في وقت كده كنت انا مثلا في اعدادي او سنوي كانت فيه لعبة انتشرت جدا كان الناس بتنزل ناتكة فيه اللي هو بيتقل عليه برضو السايبر فكنا بننزل نلعب اسمها كاونتر سترايك او فاكرا انا كاونتر سترايك فكان بيبقى فيه السي تي واللي هما الكاونتر تررست والتررست الإرهابيين وقوات مواجهة الإرهابيين وبتختار خريطة اللي انت بتلعب فيها دي كنا بنلعبها الصراحة وكان فيها ضرب برضو وبتحرر الرهائن ومعرفش ايه بس في الآخر برضو في عنف في عنف بس هقولك على حاجة برضو كان الى حد ما موضوع كان مقبول لكن دلوقتي فكرا نبقى فيه جيمز زي ما شفنا بفترة فاتت جيمز بتخلي الاطفال بتتديهم زي أوردرز او أوامر بالظبط يعملوا حاجات يقزوا نفسهم او يقزوا عالتهم وللأسف شفنا حالات يعني حالات صعبة جدا يعني قدت لمأساويات كانت صعبة جدا مش عايزة أقول أسكر حتى عسامي الحوت لا زرق مثلا يعني انا بس مكنتش حابة أسكر اسم الله بعشان فيه ناس الممنوع مروب تحب تدخل تدور وفيه نقطة كمانتي فكرتيني بحاجة مهمة جومان احنا بنتكلم على فكرة ان مثلا أحيانا بيكون فيه حاجات في فيلم او في معرفش ايه خارج عن قيامنا بس في نفس الوقت تلاقي الأب والأم اللي بيتخنق الخناقة ان الفيلم الفولاني ده خارج عن قيامنا ومعرفش ايه وابنهم قاعد جنبهم مسك التليفون بيلعب لعبة فيها كل التفاصيل بقى بجده وهو الشخص اللي بيلعب اللعبة دي يعني يعرف واحدة يعرف يروح معرفش فين يسرق ايه وده هو ده خارج عن قيمك انت حممكن يعني تكون فاكر ان ابنك او بنتك عادين على التلفزيون بيتفرجوا على الحاجات دي فانت مش عايزوا يتفرج على ده انت بصوب يلعب جيم على التليفون او على التاب او يا ابني خود خلاص انت عايز بقى ترايح دماغك تفرج على الماتش او الامة عايزة بقى ترايح دماغها بعد يوم الشغل فاخد يا حبيبي التليفون امسك التليفون وعيش حياتك وانت مش ضابط بقى الحاجات بتاعت الاطفال وابنك بقى يفتح اليوتيوب وبنتك تفتح اليوتيوب ويفضلوا يتفرجوا على فيديوهات ممكن ما تكونش المحتوى بتاعها يناسب الفئة العمرية حتى في الدول اللي انت شايف انها ممكن تكونوا منحلة مع ان الاخلاقيات دي نسبية انا يعني عشان بس ما حدش يقول ان انا بحكم على الاخلاقيات الاخلاقيات نسبية اخلاقياتك ممكن ما تكونش نفس اخلاقيات جارك اللي في وشك اللي من نفس الحي ومن نفس المنطقة ومن نفس الافكار ومن نفس الدين بس اخلاقياته مختلفة لان الاخلاقيات دي بتنتمي الى كل اسرة بينها وبين نفسها فتلاقي ابنك بيتفرج على حاجات مثلاً في أوروبا والدول المتقدمة هي بتاعت الناس مثلاً فوق 13 سنة بس ابنك أو ابنتك عندهم 6 سنين وانت قاعد بشواخد بالك فدي روطة مهمة نبقاش على دراية قوي بالتعليمات أو بالسيتنجز بتاعت اللعبة أو بتاعت يوتيوب أو أي حاجة بنستخدمها فبيبقى فيه طريقة ان احنا قدر نحدد بيها أو نقفل بيها أو نقدر نفتح بيها لسن معين بيبقى فيه الخاصية دي موجودة بس احنا معظمنا ما بيبقاش على دراية بيها فيه كمان تفصيلة تانية في لعبة مثلاً زي فابجي يا حسام انهما بيبقى فيه اكتر من شخص من دول مختلفة واشخاص حقيقية بالمناسبة بيتعرفوا على بعض وبيلعبوا مع بعض فيها أكشار بالصوت كمان بيبقى كأنهم قاعدين مع بعض بالزبط بيبقى ما نعرفش عنها حاجة لكن برضو أنا مش ضد المنع لكن برضو يعني عفوا ضد المنع ولكن برضو مش مع ان أنا أسيب أولادي يلعبوا أو يتفرجوا على حاجة من غير قامة بيبقى الموضوع عند الأب والأم بالزبط انت حابب أولادك يكون أخلاقياتهم شكلها عامل إزاي حابب أولادك يعني أنا فاكر مثلاً وأنا في تانية حضانة في كيجيتو كانت المدرسة المسؤولة عن الفصل اللي كان درسنا إنجليزي اسمها ميسيز ميراي ميسيز ميراي قالت لأمي قالت لها حسام شاطر في المدرسة ما تخليهوش يتفرج على أفلام فيها عنف وفيها ضرب وما تخليهوش يلعب ألعاب فيها ضرب طبعاً في الوقت ده كيجيتو كان قليل قوي يعني الواحد عنده الأكسس على الكمبيوتر أو الحاجات اللي شبه كده بس هنا في الجانب التربوي اللي احنا طول الوقت بنتكلم فيه فرق ما بين المدرس والمعلم دي كانت معلمة عرفت تكلم الأهل وتاخد بالها من التلميذ بالظبط فأمي بتدت تنتبه ولغاية النهار ده وأنا معدي لأربعة وثلاثين سنة فاكر ميسيز ميراي ده لما كان عندي ست سنين قالت إيه الأمي فهي الفكرة أنت عايز أولادك يكونوا عاملين إزاي المدرس في المدرسة بيتعامل مع الأطفال إزاي عشان ما نوصلش المرحلة أن دلوقتي ولاد 12 و13 سنة وبينزلوا يتخنقوا في الشارع بسنج ومطوي ومواس في الآخر الشخصية بتتكون من كل حاجة حواليها الأب والأم والإخوات والأسرة والتليفزيون والسينما والجيمز والسوشيال ميديا واليوتيوب بالظبط على أي حال ده سؤال حلقتنا النهاردة لو لسه بتلعبوا جيمز إن كان بقى بلاي ستيشن أو ألعاب إلكترونية على الموبايل وبتسيبوا لدكو إلعاب والألعاب دي ولا لقوا بتتعاملوا معاهم إزاي ده سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك مستنين إجابات حضراتكم وله نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية طيب إحنا كنا بنتكلم على فكرة الألعاب الإلكترونية وزاي الأهل ياخدوا بالهم من الألعاب أو المحتوى الإلكتروني اللي الأطفال بتتفرج عليه وطلبنا من حضراتكم تبعثوا لنا تقولوا لنا عمركو قد إيه سنك قد إيه أو سنك قد إيه بتلعبوا هذه الألعاب ولا لأ وبتسمحوا لولادكو يلعبوا بيها ولا ما يلعبوش فبما إن إحنا هنروح طبعا بكل تأكيد للصديقة والزميلة العزيزة مننا الشرقوي ومننا عندها طفلين جمال ربنا يحرصهم فعايزين ناخد من خبرتك كده مننا قبل ما تقول لنا أحوال التقس والتفاصيل بقى بتاعت الجو وكده نعرف منك بعد صباح الخير طبعا صباح الفل إيه أخبار البيت وإزاي بتتعاملي مع الأولاد بتي عندك ولد وبنت في الأمور الإلكترونية والألعاب خصوصا صباح الخير يا حسين صباح الخير يا جوانا صباح الخير على كلهم مشاهدينا إحنا بيبقى عندنا قصة كده في خناقات الألعاب أنا جزء مهم جدا من مرتبي بيروح لشحن لعبة روبلاكس أي أنا سمعت عنها كتير روبلاكس أنا سمعت عنها كتير قوي وإحنا بنلعب عندنا Call of Duty وبنلعب فورتنايت يعني عندنا الألعاب الألعاب اللي بنبقى مهتمين بيها الفئة العمرية بتاعتهم بتختلف البنوتة الصغيرة بتحاول تقلد أخوها فبتحاول تلعب الألعاب الجرافيكس يا حسين أنت تبقى حسين أنت جوة اللعبة يعني أنا ببقى عادة جبهم الإنفعالات بتخضني يعني أنهم بينفعلوا جدا والصورة كويسة قوي والأصوات كويسة قوي والشات بيبقى مفتوحة وأصحابهم فأنا ببقى حسة أن إحنا كلنا قاعدين في نفس المكان سواء هو ولادي قاعدين مع أصحابهم أو أصحابهم قاعدين معنا يعني أنا ببقى قاعدة لو ما أناش قاعدة معاهم وقاعدة في قطي مثلاً وسامعهم أنا ببقى سامعة كأنهم قاعدين معايا ببقى هو أنه عندي حد في البيت ولا إيه الحكاية مش هنقدر نمنع لكن نقدر نبقى متوجدين مش هنقدر نقول نحدد وقت لازم نبقى متوجدين بشكل أو بآخر وندعي ربنا ما عندناش حلول تانية لأنه مش هينفع الأطفال تبقى يعني برا السياق اللي موجود في كل مكان في العالم وخلاص إحنا بقين عارفين أن الناس كلها بقت كونكتد أو بقت يعني متوصلة ببعض عن طريق الإنترنت وعن طريق الحاجات اللي هي الشباب والأطفال بيستخدموها فخلاص ما بقاش فيه مجال للمنع لكن فيه مجال أن احنا نتكلم ونفلتر ونتفق أن احنا دي عمفها زيادة لا دي دمها تقيل لا دي مش مناسبة لا دي أختك الصغراء مش هتبقى قادرة تتبحها ممكن تسبب لها كوابيس لأن فعلا بيقى فيه يعني عمف كتير في كتير من الألعاب وده رحب حضراتكم من جديد رجعنا لكم لسه كاملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا سؤال حلقتنا النهاردة كان عن الألعاب الإلكترونية هل لسه بتلعبوها لحد دلوقتي وللي عنده أولاد بتسمحوا لأولادكم يلعبوها وللأ جات لنا بعض الإجابات في إسلام مجزي بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها صباح الخير عليك يا إسلام بيقول أن الألعاب كلها سيئة جدا لأنهم بيلعبوا مع ناس أكبر من سنهم وبيقولوا ألفاظ خارجة وطبعا لو الطفل بيلعب بيتعلم الألفاظ دي وياريت يلغوا الألعاب دي نهائي في مصري حر بيقول أصبح اللعب إدمان بس يمكن أفضل ما يخرج للشارع دي بعض من الإجابات فيه إجابات تانية زي إسلام مجدي قال صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها الألعاب سيئة جدا لأنهم بيلعبوا مع ناس أكبر من سنهم وبيقولوا شتايم وألفاظ خارجة وطبعا لو الطفل بيلعب بيتعلم الألفاظ دي وياريت يلغوا الألعاب دي نهائيا فيه أيضا حمدي مصطفى بيقول صباح الخير برنامج بلدي صباح الخير والازدهار يا مصر بس أنا شايف أن الكبار بيتقسموا هذا الرقم مع الصغار الرقم اللي كنا قلناه لحضراتكم اللي هو 2 مليار لاعب أو 2 مليار شخص بيلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية مركز معلومات مجلس الوزراء عمل تقرير معلوماتي عن هذه الألعاب الإلكترونية ومرحل تطور الألعاب دي وعدد اللعيبة على مستوى العالم وأيضا إرادات الألعاب الإلكترونية ومخاطرها والإجراءات اللي بتتبنيها الدول لمواجهة خطر إدمان هذه الألعاب والحقيقة أن إراية التقرير وضحت الكثير من المعلومات اللي ممكن البعض يشوف أنها معلومات قطيرة يعني مثلا فيه أكتر من 2 مليار شخص في عام 2020 مرسوا هذه الألعاب على مستوى العالم ومن المتوقع أن العدد حيزيد في سنة 2023 لأكتر من 3 مليار شخص أرقام ضخمة جدا جدا